بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر وأن يرزقنا جميعا ثوابها نتناول في هذا الفيديو ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية من زاوية تعرض روسيا لعديد من حزم العقوبات الغربية والتي أثرت بشكل هائل على صادراتها العسكرية هذه الصادرات التي ظلت مصدر أرباح هائل للقوات الروسية على مدار السنوات الماضية مما جعل روسيا في موقف حرج أو في مأزق شديد لمعرفة ما يتعلق بتفاصيل هذا الموضوع وماذا قال الصحيفة والستريت جورنال الأمريكية عن هذا الوضع الراهن أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية تقول صحيفة والستريت جورنال الأمريكية أن الوضع الحالي في أوكرانيا يعيق قدرة موسكو على إنتاج كل شيء بدءا من أنظمة أسلحة جديدة وإلى قطع غيار الأسلحة الموجودة وفي الأسبوع التاسع مما كانت تتصوره موسكو عملية عسكرية سريعة حيث نشرت روسيا أجزاء كبيرة من ترسانتها بما في ذلك بعض أحدث هذه المعدات ويقول محللون تنقل عنهم مولستريت جورنال إن موسكو أطلقت أعدادا هائلة من الصواريخ والقذائف ووفقا لشركة الاستخبارات أوروكس فقد فقدت أكثر من 3000 قطعة من المعدات الكبيرة في المعركة وتشمل حصيلة الخسائر أكثر من 500 دبابة قتال رئيسية و300 عربة مصفحة و20 مقاتلة نفاثة و30 طائرة هولوكوبتر ووفقا لكبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن ماركنسيان فقد أنتجت روسيا في السنوات الأخيرة حوالي 250 دبابة و150 طائرة سنويا ويعني هذا أن القوات الأوكرانية دمرت خلال شهرين ما يعادل عامين على الأقل من إنتاج الدبابات الروسية وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا خسرت بشكل عام ربع القوة القتالية التي كانت عليها في بداية الغزو ولم تعلق وزارة الدفاع على الفور على هذا التصريح إلا أن الصحيفة تقول إنه يمكن للجيش الروسي إعادة الإمداد من احتياطيات المعدات الهائلة لذلك من غير المرجح أن يؤثر النضوب سريعا على مصاري الحرب وتشمل قوائم المعدات الروسية الرسمية عشرات الآلاف من المركبات العسكرية البرية غير أن المحللين الذين يتتبعون الشأن العسكري الروسي يقولون إن الكثير من هذه المعدات يحتاج إلى صيانة أو إصلاح ويرجحون عدم فاعلية جزء كبير منها وإمكانية استخدامه فقط لقطع الغيار ويقول المحللون إنه إذا استمرت الحرب لأشهر فإن استهلاك وتدمير العتاد الروسي إلى جانب العقوبات الغربية وحظر التصدير سيعيق قدرة موسكو على إمداد القوات بمعدات أفضل وفي المقابل يطالب الرئيس الأوكراني زيلينيسكي دول الغرب منذ أشهر بمده بأسلحة ثقيلة بينها مدفعية وطائرات مقاتلة مؤكدا أن بإمكان قواته قلب مصار الحرب في حال تلقيها المزيد من الأسلحة ويبدو أن نداءاته بدأت تلقى صدى فقد تعهدت عدد من دول حلف شمال الأطلس الناتو في الأيام القليلة الماضية وقامت بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ومعدات رغم احتجاج موسكو إذن طول أمد الحرب يجعل بوتين في موقف صعب وحدث ما لم يكن يريده أو يتوقعه وهو طول أمد المعركة ودخوله في المستنقع الأوكراني وحرب الاستنزاف فكلما طالت فتر الدفاع الجيش الأوكراني عن بلاده أمام القوات الروسية تستفيد كييف من مزايا الأسلحة والتدريب الغربي وهو تحديدا ما كان الرئيس بوتين يحاول منعه في المقام الأول بحسب تحليل لوكالة استوشد بريس وقائمة الأسلحة التي تتدفق إلى أوكرانيا طويلة وتزداد طولا وتشمل طائرات ومدافع حديثة وثقيلة وشاملت قائمة الأسلحة أيضا مضادات للدبابات من النرويج وغيرها وكذلك المركبات المدرعة والصواريخ المضادة للسفن من بريطانيا فضلا عن الصواريخ المضادة للطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية والدينمارك ودول أخرى وإذا تمكنت أوكرانيا من صد الروس فإن ترسانتها المتراكمة من الأسلحة الغربية يمكن أن يكون لها تأثير تحولي في بلد كان مثل الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى يعتمد بشكل أساسي على الأسلحة والمعدات من الحقبة السوفيتية وفقا للوكالة ويبدو أن الحفاظ على تلك المساعدة العسكرية لن يكون سهلا بل مكلف ومحفوف بالمخاطر السياسية بالنسبة لبعض الدول الموردة ولذلك يعقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اجتماعا اليوم في قاعدة رامشيان الجوية بألمانيا للتوصل إلى طرق لإبقاء المساعدات العسكرية مستمرة الآن وعلى المدى الطويل ويشارك في الاجتماع وزراء الدفاع وكبار القادة العسكريين من أربعين دولة وقال أوستن الهدف ليس فقط دعم الدفاعات الأوكرانية ولكن مساعدتها على الانتصار ضد القوات الغازية والأكبر عددا وأضاف في تصريحات الاثنين نعتقد أنهم يستطيعون الفوز إذا كانت لديهم المعدات المناسبة والدعم المناسب وأشار إلى أن الهدف هو رؤية روسيا ضعيفة إلى درجة أنها لا تستطيع القيام بالأشياء التي فعلتها كغزو أوكرانيا مستقبلا أما عن معركة دونباس وهنا يأتي السؤال لمن الغلبة رغم الإخفاقات المستمرة لا يزال الجيش الروسي يتمتع ببعض المزايا التي سيتم اختبارها في منطقة دونباس ويزيد الجيش الروسي تعزيزاته العسكرية في ظل تدافع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في النيتو على إيصال المدفعية والأسلحة الثقيلة الأخرى إلى تلك المنطقة في الوقت المناسب لإحداث فر وفي ظل ضبابية المشهد بعد شهرين من القتال يقدم البنتاجون إلى الجيش الأوكراني تسعين من أحدث مدافع الهوترز التابعة للجيش الأمريكي وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية كذلك 183 ألف طلقة مدفعية وغيرها من الأسلحة المتطورة التي يمكن أن تمنح الأوكرانيين ميزة مهمة في المعارك التي تلوح في الأفق وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بتدريب المزيد من الأوكرانيين على الأسلحة الرئيسية بما في ذلك مدافع الهوترز وما لا يقل عن نوعين من الطائرات المسلحة بدون طيار إذن مساعدات عسكرية مستمرة لأوكرانيا حيث أصبحت المعركة الآن لا نقول بين أوكرانيا وروسيا بل بين الناتو من جهة وروسيا من جهة أخرى فأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تمويل أوكرانيا عسكريا بقيمة 713 مليون دولار وتخصيص 15 دولة حليفة وشريكة في أوروبا حوالي 322 مليون دولار لدعم كييف ويختلف هذا التمويل من المساعدات العسكرية عن سابقاته فهو ليس تبرعا بالأسلحة والمعدات من مخزونات البنتاجون ولكنه بالأحرى نقود يمكن أن تستخدمها الدول لشراء الإمدادات التي قد تحتاجها يأتي ذلك في وقت تقول في كييف إنها بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بما في ذلك أنظمة الدفاع الجو بعيدة المدى والطائرات المقاتلة والدبابات وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق يبقى إذن تأتي هنا معضلة بوتين وأمد طول الحرب يقول فيليب بردلوف الجنرال الأمريكي المتقاعد الذي قاد النيتو في أوروبا في الفترة ما بين 2013 و2016 إن بوتين حصل على ما لم يكن يريده في أوكرانيا وأماكن أخرى على الأطراف الروسية وهو تدفق الأسلحة وحضور الناتو بشكل أكبر ووجود أمريكي أكبر في أوروبا وقبل شن الغزو على أوكرانيا قال بوتين إن موسكو لا يمكنها أن تتسامح مع ما يره محاوالة غربية لجعل أوكرانيا عضو بحكم الواقع في حلف شمال الأطلسي وقبل الغزو كان هناك احتمالية ضائلة لانضمام أوكرانيا إلى النيتو لكن الحرب الروسية جعلت الناتو أقرب إلى أوكرانيا ليس ذلك فقط فقد كانت النتيجة منح أوكرانيا فرصة تدشين دفاعات ناجحة في منطقة دنباس الشرقية حيث يتمتع الروس بمزايا معينة وحيث يقاتل الانفصاليون المدعومون من روسيا منذ عام في 2014 متابعين الأعزاء بعد أن استمعنا وحضراتكم إلى هذه الأراء المهمة فيما يتعلق بالمعركة الدائرة الآن بين روسيا من جهة والنيتو على أرض أوكرانيا من جهة أخرى هل تعتقدون بأن النيتو قد حقق انتصارا كاسحا على القوات الروسية الغازية أم أن في جعبة الروس أشياء كثيرة لم يبرزوها ولم يظهروها بعد وهل ستستمر المعركة أشهر وربما سنوات أم أن الحرب ستضع أوزارها في خلال أيام قلائل أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته